حالات إعدام وقتل ناس أبرياء خارج نطاق القانون قد تمت ملاحظتها مؤخرا وهي بسبب الناس والرسائل الغير مسؤولة التي تنشر وكذلك الشائعات والاستفزازات عبر الرسائل على تطبيق واتساب الحكومة ترى أنه يجب على واتساب أن تتخذ إجراء سريعا لإنهاء هذا التهديد وبما معناه تنظيف تطبيقهم هذا هو كلام وزير الإلكترونيات الهندي وتم الترجمته بالتصرف مرحبا الأدام وهذه الرسالة التي قبل شوية جعلت من واتساب الشركة القائمة على واتساب وفيسبوك التي تملكها أنهم يتحركون سريعا ويدفعون مبالغ كبيرة لخبراء عشان يشوفون حل جذري للشائعات على تطبيق واتساب طبعا المفروض أننا نعرف بأن هذا الشيء صعب جدا وخصوصا عندنا العرب ما شاء الله عندنا شائعات أتفقى أكثر حتى منهم المشكلة وين أنه الآن واتساب بدأت تدور بعض الخبراء ورح تدفع لهم تقريبا خمسين ألف دولار عشان يقدرون يحلون هذه المشكلة واتساب تقول بأنه هذول الخبراء ما رح يقدرون يطلعون على رسائلكم ولا بيانات المستخدمين ولا أي شيء طيب كيف بيحلون المشكلة ما وضحوا لكن واتساب أكدت هذا التأكيد ليه؟ لأنه شركة فيسبوك اللي تملك واتساب قاعدة تعاني من موضوع الأخبار الكاذبة والشائعات على منصة فيسبوك طوال الأشهر الماضي خصوصا بعد فضيحة فيسبوك الكبيرة اللي تسببت في تسريب بيانات 90 مليون مستخدم فخلينا نقول اليوم بأنه شركة فيسبوك وتطبيقها كذلك واتساب كلهم قاعدين يعانون من نفس المشكلة اللي هي الشائعات والأخبار الكاذبة وهذه أكبر مشكلة صراحة موجودة في شبكات التواصل الاجتماعي اليوم بالإنترنت واتساب بالنسبة لنا حنا خصوصا كعارب مصدر الشائعات الأول على جميع المستويات على مستويات الأخبار على مستويات المعلومات الطبية على أي مستوى آخر بكل اختصار اللي درجة أنا أصلا وصلت المرحلة أنه إذا أي أحد يعني قال معلومة كذبية ولا قال شيء أنا خلاص ما عاد أقول لهذه شائعة أقول لهذه واتسابيات خلاص يعني واتساب أصبح مصطلح يعبر عن الشائعات للأسف الآن كيف يمكن لواتساب أنها تحد من هذه الشائعات أنت لو فكرت فيها واتساب ما تكرت تجي عند كل واحد تقول أنت لحظة ليش قاعد ترسل هذه الرسالة وهذه رسالة ما يبسح من المستحيل أنه يمسون هذا الشيء أتوقع شخصيا أنه واتساب إذا كانت تبغى تحل هذه المشكلة ففيه خيار واحد ما راح يعجب الكثير بس هو الحل الحل هو أنه يتغير نظام البرودكاستات اللي موجودة اليوم في واتساب قضية أنك تأتيك بروودكاست تقوم تمسكه وترسل لسبعين واحد هذا ما قاعد يساعد في الموضوع أبدا بل بالعلى العكس المفروض أنه بصراحة يمنعون هذا الشيء على فكرة سبق وظهرت قبل فترة بسيطة فكرة أنه واتساب قاعد يفكرون أنهم يسوون هذا الشيء أنهم راح يحطون حدود فيما يخص اللي هي البرودكاستات أنك ما تجي ترسلها لعدد كبير لما تجي رسالة لما تجي تحولها ما تجي تحولها لعدد كثير من الأشخاص وبكل بساطة أتوقع لو أرسلوا خبراهم لأنهم يقرون الرسائل العربية وما شاء الله المعلومات الثرية اللي في الرسائل العربية أتوقع أنه يقول خلاص يعني من اللي بيشوفها بيقول حتى الخمسين ألف دولار ما أحتاجها صراحة شكرا جزيلا خصوصا في واحد في تويتر ما شاء الله ينشر معلومات تقنية بكل أحوال هذا موضوعنا خفيف شويا يوم بس أنه مهم وأتمنى بصراحة واتساب أنهم يتحركون ويعدلون هذا الموضوع لأنه راح يكأثر بشكل كبير وبشكل إيجابي إذا كنت أنت واحد من اللي يشتغلون في فريق واتساب كيف تتوقع أنه الطريقة الصحيحة والمناسبة عشان تحل هذه المشكلة شاركونا بأراكم بالأسفل بالتعليقات لا تنسوا تشيرك بالقناة لمزيد الفيديوهات أنا أدهم شوك إن شاء الله في فيديو قادم مع السلامة